بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذه المجالس المباركة التي نستعرض فيها من القرآن وعلاقته بالحياة ومن السنة وعلاقتها بالحياة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ورويناه بسندنا المتصل إليه من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه هذا الحديث نصف العلم لماذا نصف العلم وقيل ثلث العلم نصف العلم لأنه مرتبط بالباطن ونصف نصف العلم مرتبط بالباطن ونصفه مرتبط بالظواهر وقيل ثلثه أي في القلب واللسان والجوارح قيل وذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فجول بالفهم وقيل نصفه فجول بالفهم صحيح النية هي من أهم الأعمال التي ينبني عليها صلاح العمل وقبوله عند الله سبحانه وتعالى أو الأجر عليه أو العقوبة فالنية هي العمل الركني أو الشرطي كما يعبر عن بعض الفقهاء فهي ركن في الأعمال أو شرط في الأعمال شرط لقبولها عند الله سبحانه وتعالى شرط للأجر عليها عند الله عز وجل وكذلك شرط للمؤاخذة لأن الإنسان لا يؤاخذ عن غفلة على ما لا ينويه وما لم ينويه ولذلك قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فرفع الله سبحانه وتعالى عن الغافل وعن الناس وعن المخطئ لماذا؟ لانعدام النية ولذلك يمين اللغو هي ما لا لم يتعمده القلب لأنها لأنت لا تقصد النية أصل ولذلك قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم واللغو معروف عند الفقهاء وهو ما لا تعمد قلبي في الحلف وفي اليمين وهي غير اليمين المعقدة وأما إذا كان هناك نية فهي درجات فإن النية الصالحة ترفع العمل إلى الله عز وجل إخلاصا ونقاءا وصفاءا وتماما وكمالا وبالعمل الصالح والنية الصالحة وبالنية الصالحة قد يبلغ الإنسان ما لا يبلغ بعمله لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا آتاه الله علما ولم يؤته مالا ورجلا آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلاحظوا موقف الشخص العالم ولا يشترط العالم أن يكون متبحرا في العلم وأن يكون جهبا وأن يكون مجتهدا لا هو يعرف العارف بالله سبحانه وتعالى العالم بالتقوى بالإيمان لأنه قد يكون إنسان جهبا في الفروع ولكن ليس في قلبه الخش والتقوى فهذا الرجل العالم الذي لم يؤته الله المال قال لو أن الله آتاني مثل ما آتا فلانا صنعتم مثل ما صنع وهذا الرجل يتصدق ويحب ويصل الرحم ويبني الأوقاف ويصل أهل الإسلام وينصر القضايا الأمة تخيل أن هذا الرجل منفق الذي ينفق ملايين الدولارات قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجل سوا ثم تأتي صورة عكسية تماما رجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما هذا جاهل فالأول آتاه الله مالا وعلما أما هذا آتاه الله مالا لكن لم يؤتي العلم لأن العلم بصر الإنسان العلم بالله وبكيفية التوظيف النعمة والمال نعمة من النعمة فقال هذا الرجل الرابع الذي لا عنده مال ولا عنده علم قال لو أن لي مثل فلان من المال لصنعتم مثل ما صنع هذا الرجل يوظف ما له في الصراع في الحروب في الخداع في الكذب في الرشوات في تولية المفسدين في المعصية فهما في الوزر سوا هذه الحقيقة أشكلت على جماعة من العلماء هذا الحديث عن نبيه عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الإنسان مؤاخذ بما في قلبه وما في صدره من العزم ومن الهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من هم بحسنة فلم يعمل كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب كتبت له حسنة فإن لم يعملها فلا شيء في ذلك من رحمته عز وجل ومن سعة تقديره وعدله فالنية تضاعف الأعمال وترفعها إلى الله سبحانه وتعالى وبالعكس تحبط العمل ومن عجائب النيات ما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن رجل خرج من المسجد وهو يحب أن يراه الناس إذا خرج من المسجد يعني تصور شخص يحب أن يرى إذا خرج من المسجد هل هذا فيه شيء؟ هل فيه رياء؟ لأن الرياء هو الشرك الخفي والرياء محبط للأعمال لأنك لا تقصد وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم النية حتى لو لم تعمل وقد عزمت العزم الفعلي ولم يرد الإنسان إلى العجز يعني لما جهزت العدة وجهزت بما استطعت من الوسائل فهناك نية وهناك استعداد وهناك عزم وصلت إلى مرحلة العزم وهذا هو جواب على الاستشكال السابق أن الشخص ذاك وصل إلى مرتبة العزم فعليما الله ما في قلبه فقال فهما في الأجر سواء فهما في الوزر سواء فنية العزمي غير نية الهم لذلك أصحاب الجنة مجرد اجتماع بسيط ليلي يتشاورون فيما بينهم كيف يحرمون المساكن طبعا النعمة حينما يعطيكها يعطيكها الله سبحانه وتعالى هناك حق من الحقوق الواجب عليك منها حقوق ذوي القربى منها حقوق المساكين منها حقوق ابن السبيل منها الحقوق التي فرضها الله منها الزكاة فهؤلاء يقول الله آتوا حقه يوم حصاده فتآمروا تآمرا خسيسا نفذوا التآمر إلى حد تسعة وتسعين بالمئة لكن بقي واحد في المئة وهو القطع والعمل كان عندهم عزم اجتماع عزم وعمل وتوقيت معين إذ أقسموا وتقاسموا وأكدوا ذلك لا يصرموا منها مصبحين مصبحين ولا يستثنون لا يستثنون شيئا للفقراء فبهذه النية السيئة وبهذه النية التي هي من الإثم والعدوان على حقوق الغير جازهم الله عز وجل فحرمهم النعمة لذلك قال عز وجل فأصبحت كالصريم كالليل المظلم فلما رأوها عرفوا أنهم أخطأوا وأن الله سبحانه وتعالى عاقبهم على نيتهم السيئة تلك وعلى عزمهم السيئة ولذلك فالنية لها مراتب عظيمة ترفع الإنسان أو تخفضه لذلك وجب إخلاص النية في العمل كله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر اشتركوا في القناة